النهاردة كان فيه يعني أجواء صعبة أكتر كان فيه تصوير لتدريب منتخبنا الوطني عن طريق طبعا الدرون اللي هو الكاميرا الطائرة ومنتخبنا الوطني وقف التدريب لكن يعني بالاتصالات مع المنتخب ايه عادي الدرون اللي هو الناس بيصواروا منتخب مصر وهو بيتدرب أنا ما شفتش كده ولا انزل بقى بالكاميرا انزل بالكاميرا انزل خش على التدريب لقطة بقى انزل بالكاميرا الطائرة لكنينا مثلا ايه يعني أمر صنوعي فوقينا بيشوف تدريب منتخب مصر انزل بقى وريني منتخب اه في حتة اه في حتة من ال اه ايوة يلا بقى انزل لي بالتدريب دي كاميرا دي اللي في الهوو بتصور تدريب منتخب مصر اللي هو ده فطبعا ما فيش الكلام ده يعني احنا في مباراة يعني انكرك قدم يا جماعة لكن كل الظروف ان شاء الله تبقى في الدرون مش عايز بقى كلام عالتحكيم خالص حدش تكلم عالتحكيم بكاري جسامة هو اللي هيحكم الراجل ده حكم لنا ست مطشاط احنا فوزنا في تلاتة اه تاني اهي الكاميرا اللي كانت بتصور نهار ده زي ما بيقولوا ليلة الامتحان عندنا ضيوفنا اللي مشرفيننا ومنورنا دي كاميراتنا الخاصة دي الكاميرا الطائرة في تدريب منتخب مصر ده يعتبر تجسس الناس دي بتتجسس على منتخب مصر طبعا الجانب الكاميروني قالك ده حاجة امنية معاني دي اوي مرة تحصل يعني انا مش عارف المباراة دي عايزين مننا ايه بالزبط بس هي مباراة كرة القدم وما فيش اي حجة لينا او حد يقولك التحكيم الملعب اللي 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 كرة القدم تسعين دقيقة هتكتهد وهتذاكر هتنجح وهجيب الجوان اشتركوا في القناة